من علامات البلوغ الحيظ أو يُنزل المني هذا الرجل المرأة تختلف عن الرجل في من علامات البلوغ الحيظ فلذلك لا يُراعى بلوغ المرأة خمسة عشر عاماً كما يُراعى في الرجل فإذا حاضت المرأة فإنها تعتبر بالغ وتتوجه إليها التكاليف من صلاة وصوم وحج وعمرة وجميع التكاليف الشرعية بمجرد نزول الحيظ عليها وهذا بعض العلماء نزول الحيظ عده أنه لا حيظة قبل تسع سنين لا تحيظ المرأة قبل تسع سنين وبعض العلماء قالوا أنه متى ما رأت الدم ولو كانت أقل من تسع سنين فإنها تعتبر بالغة وكثير من النساء يغفلن عن بناتهم في هذه المرحلة فقد يُبكر نزول الحيظ عليها وبعضهم ينتظر الخامسة عشر أو أكثر من ذلك ولا يدرون أن نزول الحيظ علامة من علامات البلوغ فلذلك يجب أن نتنبه وأن ربي بناتنا على هذا الحكم الشرعي أنها متى ما رأت الدم تُخبر والدتها ووالدتها تُخبرها ماذا تفعل لأنه سيترتب على ذلك أنها لا تصوم ولا تصلي وأنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فهذا الحيظ علامة من علامات البلوغ يجب أن تتنبه الأسرة علي إليها اشتركوا في القناة